أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد الدانا النهاردة بإذن الله بنجرب أربع مطاعم للهام بورجا ونقيمهم في آخر الفيديو أول مطعم معنا مكدونالز يجي السندويتش ومعايا واحدة كتفة كوب وراء هنا النوة حلال مدبوح بالطرق الإسلامية بيجي متغلب بالشكل ده اتفضلوا أنا بدلكم بسم الله لا أقفش دي المشكلة دي دايما معايا مهما يأكل بالمكدونالز ما يشبعش عن طعمه كويس جداً بورجا وبطاطس وببسي أمانهم 22 ريال بسم الله بسم الله بسم الله أعطاني بورجا معنا النهاردة وهو بورجا كينجو كاي معايا أربع أكياس كاتشاب واثنين كيس مايونيز واحد صوص باربيكيو بيجي بالشكل ده نقول بسم الله الباربيكيو نخلي طعم الساندويتش جامد أمان الساندويتش 27 ريال عيش بتاعه ساميك شوية الساندويتش كبير ويشبع ولكن مش أحسن حاجة بيجي معايا ثالث بورجا معنا النهاردة وهو بورجا من تين تاكل طبعاً المطعم المفضل بالنسبالي بيجي الساندويتش متغلب بالشكل ده وبيجي معايا ثلاثة كاتشاب وعلبة صوص ساندويتش 22 ريال يجي بالشكل ده كتعة دجاج وعلى بصل خاص طماطم ميونيز تفضلهم أنا بدلكم بسم الله مثلاً حالياً بالليل تحسن العش ده معمول من الصف بسم الله ونيجي معا رابع بورجا معنا النهاردة وهو من مطعم الحرو البارد ومتغلف بطريقة كويسة جداً رغم إن ده أرخص بورجر فيهم 18 ريال إلا إنه أحسن بورجر فيهم متغلب لله نجل التقليم أحسن بيبسي فيهم هو البيبسي بتاع كينتاكي بعد منه البيبسي بتاع بورجر كينج بعد منه البيبسي بتاع مكدونالز دي مطاعم ما بتصنعش البيبسي البيبسي بيجيلها جاهز المفروض إن طعم البيبسي في 3 أماكن يكون واحد بس طعم البيبسي بتاع كينتاكي الصودة في زايدة وطعمه جميل وطعم البيبسي بتاع بورجر كينج برضو حلو بس الصودة فيها أقل لسنة صغيرة طعم البيبسي بتاع مكدونالز خفيف الصودة في قليلة أنا معرفش الفرق دي جي ازاي بس زي ما بقولكم كده ده تقييمي للبيبسي من نسبة للبطاطس البطاطس بتاعت مكدونالز جميلة التوابل اللي عليها بخليها طعمها جميلة بعد منها تيجي البطاطس بتاعت بورجر كينج البطاطس عندهم برضو حلو وتالت حاجة البطاطس بتاعت مكدونالز ملح اللي عليها قليل جدا ورابع حاجة البطاطس بتاعت الحار والبارد بالنسبة للبورجر النتيجة غير متوقعة أنا قبل ما اكل أنا كنت عارف ومتأكد ان احسن بورجر فيهم هيكون بورجر كينتاكي لان انا بحب المطعم دي جدا وبحب اكل من عنده وبحبه جدا بعكس مطعم مكدونالز اللي انا بحبوش اوي ولكن النتيجة طلعت ان احسن بورجر فيهم هو البورجر بتاع مكدونالز طعمه مصبوط طعمه داميل بجد كل حاجة فيه كويسة عكس المتوقع طعمه بجد خطير بعد منه يجي البورجر بتاع كينتاكي هو كان كويس ولكن محتاج زبطة وتالت بورجر البورجر بتاع بورجر كينتاكي مكانش قد كده مقبول وكل حاجة بس كنت اتمنى ان يكون احسن من كده ورابع بورجر بتاع الحار والبارد بصراحة ما عجبنيش مش قد كده لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة ولو ما عجبكوش اعملوا ديس لايك يارب يكون الفيديو عجبكم واشوفكو على خير الفيديو الجاي في رعاية وحفظ الله